تنطلق اليوم فعاليات الملتقى السنوي ثالث للهيئة العامة لرعاية صحية وذلك تحت شعار نبني حضارة طبية في الجمهورية الجديدة ثلاث سنوات تأمين وذلك بمعبد الكرنك في الأقصر يأتي ذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على تدشين الرئيس السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل رسميا من محافظة بورسعيد في السادس والعشرين من نوفمبر من عام 2019 على هامش فعاليات الملتقى تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تدريبية لمقدمية الخدمة الصحية من أطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأورام والصيادلة والتمريد حيث تم تدريب أكثر من ألف شخص من التواقم الطبية أونلاين عبر الإنترنت لمدة شهر كامل والتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم والابتكارات في مجال الرعاية الصحية